يترى الليلة لما نطلب شيء من الآخرين نطلب منهم خدمة معينة أو معروف معين ونذكر خلال الطلب كلمة بسبب أو عشان بزيد احتمالية إنهم يردوا على طلبنا أكثر من الضعف طبعا هذا مبني على دراسات علمية مثبتة ورح نتحدث عنها اليوم في حلقتنا ليش لما نستخدم كلمة نحن بدل من أنا تعطي انطباع بالسلطة بالنسبة إليك بتخلي الناس يحترموك أكثر ويثقوا في كلامك أكثر هذه أشياء بسيطة من الأمور اللي رح نتحدث عنها اليوم وهي خدع وحية نفسية جمل بإمكانك أنت تستخدمها لتحصل على ما تريد من الآخرين بكل بساطة وسهولة لأنه هذه الجمل أثبت علميا بعدة دراسات نفسية واجتماعية أن لها أثر مثل السحر على الآخرين ست عبارات رح نتحدث عنهم اليوم يفتحوا لك المجال يفتحوا لك القلوب والعقول مع بعض لتحصل على ما تريد من أي شخص وفي أي وقت أهلا وسعلا فيك معك سائد يونس في دراسة شهيرة سنة 1970 قامت الباحثة في جامعة هارفورد إيلين لانجر باختبار أثر كلمة بسبب أو كلمة بكوز أو عشان فطلبت من إحدى الممثلات أنها تمسك مجموع من الورق وتذهب إلى مكان في الجامعة بيصطفوا في الناس عند ماكنة التصوير لتصوير الأوراق وطلبت منها أنها تطلب من الأشخاص الموجودين أن تتقدم عليهم في الصف وتذكر السبب بثلاث طرق مختلفة الطريقة الأولى كانت عذرا معي خمس أوراق بدي أصورهم ممكن إذا سمحت أتقدم عليك أو أستخدم المكينة قبلك الطريقة الثانية عذرا أنا معي خمس أوراق ممكن تسمح لي أستخدم المكينة قبلك لأنه أنا محتاجة أصور هذه الأوراق بسبب أني أنا محتاجة أصور هذه الأوراق أو عشان أنا محتاجة أصور هذه الأوراق والطريقة الثالثة كانت أيضا عذرا إذا سمحت أنا في معي خمس أوراق بدي أصوره ممكن أستخدم المكينة قبلك لأنه أنا مستعجلة أو أنا على عجلة من أمري أو بسبب أني أنا مستعجلة النتيجة المذهشة كانت أنه في الطلب الأول بالجملة الأولى اللي هي أنا معي خمس أوراق عذرا ممكن أستخدم المكينة قبلك أو ممكن تسمح لي أستخدم المكينة بدون توضيح السبب بدون ذكر بسبب أو عشان كانت الاستجابة في المتوسط 60% يعني 60% من الأشخاص اللي طلبت منهم قالوا أوكي 40% قالوا لا أنا في الدور وروح يصفي أنت في دورك بينما في العبارة الثانية والثالثة اللي ذكر فيهم السبب مع أنه في العبارة الثانية السبب واضح يعني أنه أنا بدي أستخدم المكينة عشان بدي أصور الورق أو بسبب أني أنا أريد تصوير الورق ذكر السبب هذا على بساطته ساهم أنه 93% من الأشخاص يحكوا نعم في العبارة الثالثة اللي هي بسبب أنه أنا مستعجلة أو أنا على عجلة من أمري 94% من الأشخاص وافقوا يعني فقط 6% حكوا لا لكن المعظم قالوا أوكي تفضلي قد دامي صوري الورق اللي معك فعلا كانت النتائج مدهشة ومستغربة جدا وعلق الباحثون على هذه الدراسة وقالوا أن العقل البشري يحتاج إلى سبب كي يقوم بفعل ما فإحنا عقولنا بتحتاج أنها تعرف السبب القيام بشيء معين على الرغم من أنه أحيانا هذا السبب قد يكون واضح جدا ولكن إذا عرف السبب بيكون أسهل علينا أن نتجاوب مع طلبات الآخرين ولذلك يا صديقي إذا من الآن فصاعدا بدك تطلب شيء من الآخرين وبتتوقع أنهم رح يرفضوا طلبك عزز هذا الطلب بوجود سبب حتى لو كان السبب واضح جدا لكن أذكر عبارة بسبب أنه أنا بدي كذا أو عشان أنا محتاج كذا فلما تحط السبب مع الطلب ستزداد وتتضاعف نسبة قبول الآخرين وحصولك بالتأكيد على ما تريد من الآخرين طيب ليش لما نحكي نحن بدل أنا أو إلي أو لي لنا نستخدم صيغة الجمع هذا يساهم بمضاعفة قبول الآخرين لنا احترامهم لنا وأن ينظروا لنا على أننا مصدر سلطة هذا بالضبط اللي جرى في الدراسة العلمية الثانية اللي تمت واللي رح نتحدث عنها في النقطة الثانية ولكن قبل ما أنتقل إلها بدي أطلب منك طلب صغير لو بدأت تتحمس معنا وتستفيد من المعلومات الجميلة اللي موجودة في حلقة اليوم بدي أطلب منك تعمل لايك كبير لهذا المقطع حتى أعرف أنه هذا النوع بهمك بتحب وتحب تشوف المزيد منه في المستقبل نعمل لايك ويلا نتابع في الحيلة النفسية الثانية وأيضا هي مبنية على دراسة أجريت في جامعة هارفرد ومنشورة في هارفرد بيزنس ريفيو عن استخدام الضمائر والصياغ المختلفة في الكلام وكيفية تأثيرها على عقول وعلى نفسية الآخرين وجدوا فعلا أن استخدامك لصيغة الجمع لما تحكي إحنا بدل ما تحكي أنا مثلا نحكي إحنا لازم نطور أنفسنا إحنا لازم نكون أشخاص أفضل بدل ما تحكي أنه أنا أطور نفسي أو أنت لازم تعمل كذا لما نستخدم صيغة الجمع هذا يساهم في قبول الآخرين أكثر للأفكار اللي إحنا قاعدين بنحاول نستخدمها ويساهم في أنهم بينظروا إلنا كأشخاص أصحاب سلطة أو أشخاص مؤثرين لأنه وجدوا فعلا أن الأشخاص المؤثرين القادة في المجتمع عادة بيستخدموا هذا النوع من الكلمات عندما يتحدثون علنا وجدوا أن استخدام هذه الضمائر ضمائر الجمع نحن لنا إحنا يساهم في أن يشعر الآخرون بأننا مهتمون بهم مش بس مهتمين بحالنا لكن إحنا مهتمين بالمجموعة ومهتمين بالأشخاص اللي بنتكلم معهم وبالتالي يزداد تصديقهم لنا وتزداد احتمالية أنهم يردوا علينا ويسمعوا كلامنا ويثقوا بما نقول الغريب في الموضوع أنه في دراسات أخرى تدعم هذا الكلام وأجريت على استخدام ضمائر الملكية الشخصية أنا لي خاصتي وجدوا أن الأشخاص اللي بيكثروا من استخدام هذه الضمائر بشكل كبير بتزيد احتمالية وجود اضطرابات نفسية عندهم بتكون الأنا متضخمة مرتفعة الأنانية عالية اهتمامه بالآخرين قليل وهذا ينعكس بأيضا أن الآخرين لما يسمعوا يتكلم بهذه الطريقة مش كثير بيندمجوا مع المسج اللي هو قاعد بيحاول لوصلها مش كثير بيقتنعوا بكلامه ولذلك إذا أردت أن تقنع الآخرين وأن تشجعهم على القيام بشيء معين حاول أنك تستخدم ضمائر المخاطب للجمع وليس للفرد بحيث أنك أنت تحسسهم أنك أنت مهتم فيهم وأنك أنت جزء من المجموعة حتى لو كان هذا في علاقة عاطفية تخيل على مستوى العلاقات الزوجية في البيت لو الزوجة مثلا لاحظت أنه النفايات أو الزبالة في البيت موجودة ومتراكمة وبدها تشجع زوجها أنه هو طالع يأخذ الكياس في طريقه ويحطهم في الحاوية أمام المنزل فبدل ما تحكيله أنت لازم تروح تكب لزبالة بإمكانها تحكيله حبيبي إحنا لازم نكب لزبالة كل يوم أو لازم نأخذها بطريقنا إلى مخرج البناية مثلا أو على المدخل فلما تستخدم صيغة المخاطب هذا بيسهل وصول الرسالة يجعل قبولها أسهل وأسرع ويزيد من احتمالية أن الطرف الآخر يسمع الكلام جربوها ولن تندموا بالتأكيد جزء كبير جدا من المهارات الاجتماعية بيعتمد على مدى قدرتنا على فهم الآخرين فهم الشخصيات المختلفة وكيفية التعامل معها وللتبسيط فعلا في أربع أنواع مختلفة للشخصيات وكل نوع بحاجة إلى أن نتعامل معه بطريقة معينة فإذا إحنا فهمنا الأنواع الأربعة وعرفنا نتعامل معها بذكاء سنستطيع أن نكون مؤثرين في كل الناس ونحصل على ما نريد من أي شخص مهما كانت شخصيته ولذلك الجميل أنه إحنا فيه عندنا دليل عملي هو الدليل العملي للتعامل مع الشخصيات متاح مجانا على موقعنا لو أنت مهتم تتعمق أكثر في أنواع الشخصيات الأربعة الأساسية وكيفية التعامل معها وتحفيزها وإقناعها فبإمكانك أن تتحمل نسختك المجانية من الرابط اللي أترك لك يا أسفل هذا الفيديو أكيد بعد ما تكمل معنا متابعة باقي الحلقة لكن لا تنسى تنزل على الرابط وتحصل على نسختك المجانية من الدليل العملي للتعامل مع الشخصيات رقم ثلاث ممكن أطلب منك؟ ممكن أسألك سؤال؟ يمكن هذا السؤال من أغرب الأسئلة لأنه هو نفسه سؤال ممكن أسألك سؤال طبعا أنت هذا هو سؤال اسألني وخلصني لكن فعلا وجده نفسيا لما تطلب الإذن من الآخر تزداد احتمالية قبول هذا الشخص لطلبك تخيل يعني لو أنت بدك تطلب منه شيء معين وخايف أنه يرفض هذا الطلب يحكي له بس ممكن أطلب منك طلب ممكن أسألك سؤال مع أنه هذا السؤال هو سؤال بحد ذاته يعني أنت مثلا بدك تسأله عن شيء معين أو بدك تطلب منه يساعدك في موضوع معين بدل ما تقول له ممكن تساعدني بكذا بتحكي له ممكن أطلب منك طلب ممكن تساعدني بكذا لاحظ السؤال الثاني يجي الخطوة الثانية ولكن تتضاعف احتمالية قبول هذا الطلب وهذا فعلا أثبت نفسيا وجدوا حتى أنه الموضوع كان يطبق على الأشخاص اللي بيطلبوا تبرعات لجمعيات خيرية ومنظمات مختلفة فبدل ما يروح على الشخص يقول له ممكن تتبرع لجمعية كذا أو ممكن تتبرع لغاية كذا كان يغير الصيغة وتتضاعف نتيجة القبول فيقولون للشخص المقابل ممكن لو سمحت أطلب منك أنك تتبرع لكذا فطلب الإذن على الرغم أنه شي بديهي وبسيط جدا ولكن يضاعف احتمالية القبول والاقتناع بما تقول فلما تيجي تطلب المرة القادمة حاول أن تطلب الإذن قبل الطلب نفسه فتزداد احتمالية الموافقة بشكل سحري أنا عندي فضول يمكن هذه العبارة القصيرة من أكثر وأقوى العبارات اللي أنت ممكن تستخدمها لتنال محبة وقبول الآخرين وحتى في بعض الكتاب في علم النفس بيقولك أن هذه العبارة تحديدا أنا عندي فضول هذه العبارة من أقوى الأسلحة التي تستخدم في إغراء شخص معين لأن يقبل شيء معين يعني هذه العبارة البسيطة ممكن أنت تستخدمها حتى تغسل دماغ الشخص المقابل طبعا بشكل إيجابي نحن نطلب إنه شيء إيجابي فنستخدمها ونيقود بها حوارنا مع هذا الشخص لتزداد احتمالية القبول يعني ببساطة أنت لما بدك تسأل شخص سؤال أو أنت بدك تعرف عنه شيء معين وتقود الحوار بجملة أنا عندي فضول أنا عندي فضول أكثر أعرف عنك أنا عندي فضول أكثر أعرف عن شغلك أنا عندي فضول أكثر أتعرف عليك مجرد ما أنت عم تحكي كلمة فضول في عقل الإنسان كلمة الفضول هذه إلها ملف خاص يفتح ويفتح لك قلب الشخص المقابل بيثق فيك آه أنا بجاوب لأنه عنده فضول فلاحظ أشياء بسيطة وكل اللي عم نتكلم عنه اليوم هي الأدوات والحية للمستخدمها هي حية البسيطة ولكن لها مفعول مثل السحر مثل السحر للي ما بيعرف لكن أنت صرت بتعرف فالموضوع مش سحر بقدر ما هو علم وتطبيق ذكي وأنت استمتع بالتطبيق أنا محتاج نصيحتك عمرك سمعت هذا السؤال أو عمرك أنت سألت هذا السؤال تخيل أن هذا السؤال البسيط أنا محتاج نصيحتك أو أنا محتاج أستشيرك بشيء معين هذا السؤال البسيط بيخلي الشخص اللي أنت عم تطلب منه النصيحة ينظر لك بعين الإعجاب والإحترام ليه؟ أولاً أنت عم تطلب منه نصيحة فأنت تعتقد أو هو هيك رح يفكر أنه أنت بتطلب منه نصيحة لأنه أنت شايفه شخص ذكي فيعجب بنفسه ورقم اثنين رح يفتح لق قلبه ورح يحاول يساعدك فعندما نساعد شخص إحنا لا شعورياً نعجب بهذا الشخص أو نعتبر أنه هو شخص جيد ولذلك إحنا عم نقدم له هذه الخدمة فأنت هيك عم تضرب عدة عصافير بحجر ما الاحترام للعصافير ما بنا نأذي العصافير لكن العبرة من الكلام أحياناً هذه العبارات البسيطة اللي أنت بتستخدمها تفتح لك الآفاق والقلوب والعقول في نفس الوقت يعني المرة الجاية لما بدك تحصل على شيء من شخص أو بدك تنال إعجاب هذا الشخص أطلب منه نصيحة ينصحك أو استشيره في موضوع معين قد يكون هذا الشيء بسيط جداً ممكن أستشيرك ممكن أطلب نصيحتك أنت في هاي المدينة عايش إليك فترة طويلة شو في مطاعم تنصحني فيها يعني النصيحة مش بالضرورة تكون شيء يعني تعتمد حياتك عليه لكن شيء بسيط حوار ذكي يدخلك إلى قلب وعقل هذا الشخص بكل سهولة أنا أحتاج مساعدتك ممكن تساعدني مثل ما ذكرنا في النقطة السابقة أنا أحتاج نصيحتك أو بدي أستشيرك بشيء معين هنا إحنا نطلب النصيحة نطلب معلومة نطلب استشارة وسيجعلنا نبدو أكثر ذكاء في نظر هذا الشخص وبتخليه حبنا ويفتح لنا قلبه أكثر بنفس الطريقة فكرة أنا أحتاج مساعدتك وهذه الطريقة وهذه الحيلة ما تستغرب طبقها بنجامين فرانكلين واحد من القادة الأمريكيين القدامة يعني المعروفين مع أحد الأشخاص اللي كان يعني مناوئ أو كان معادي تقريبا له في البرلمان من ناحية سياسية ومن وجهة نظر سياسية فهو الطلب منه أنه يستعير منه كتاب فاستعار منه هذا الكتاب وبعد فترة رجع له الكتاب الآن هذاك الشخص لأنه قدم معروف أعطاه كتاب بلاش يفكر في عقله أوكي أنا ساعدت هذا الإنسان فهو مش بذلك السوء فلاحظ هذا الشيء البسيط أنه هو أخذ منه كتاب فالشخص هذاك يعني شيء بسيط أوكي بعطيك الكتاب بعيركية لكن عقله بلاش يشتغل بشكل إيجابي لصالح الشخص اللي طلب المساعدة وبعد ما التقوا مع أنه كان هو شديد المناوأ له شديد الانتقاد له في البرلمان لكن بعد ما التقوا حس أنه أوكي في مجال للحوار هذا الشخص مش بذلك السوء وأصبحوا بعد ذلك من الأصدقاء المقربين وهذه القصة مذكورة تاريخيا ومنستفيد منها حقيقة في حياتنا الحالية أحيانا إذا إحنا بدنا نبعد العداوة بدنا نكسب الصداقة ما في داعي للمواجهة ممكن طلب بسيط ذكائك وحكمتك تساعدك في أن تحصل على ما تريد بكل سهولة بدون ما تضطر أنك أنت تعادي أي شخص وبدون ما تضطر أنك أنت تبذل جهد كبير جدا في إقناع الناس استخدم الحيل هاي بذكاء وهنا أنا عندي فضول بصراحة أعرف من الحيل اللي ذكرناها اليوم شو أكثر واحدة لفتت انتباهك شو أكثر حيلة حسيت أنه أوكي واو هاي جد بدي أبلش أطبخها اليوم أكثر حيلة تحمستلها أكتب لنا إياها في التعليقات شاركنا رأيك عشان نتحاور مع بعض ونحول قسم التعليقات لقسم ثري وجميل وأكثر فائدة للفيديو ولو أنت صار عندك اهتمام أكثر في موضوع التأثير على الآخرين وكيف تقنع أي شخص بأي شيء وتريد أن تعرف المزيد من الحيل الذكية هذا الفيديو بيظهر أمامك الآن هو اللي لازم تشوفه الآن الآن بسرعة يلا عشان نعزز الفائدة أكثر اضغط على الرابط وبشوفك بهذا الفيديو السلام عليكم ساعد يونس يلا بس تنك سلام